موسيقى للعجين منحتاج كوب قطر وكاستين مي وكاستين سكر خشن ومعلقة كبيرة عصير ليمون بدنا كوب سميد ناعم بدنا معلقة كبيرة رز مطخون معلقتين كبار ماء ورد ومعلقة كبيرة ماء زهر ومائتين جرام جبنة موزرلة او عكاوي او تنتين مع بعض بالنسبة للقشطة بدنا لترين حليب كامل الدسم بدنا ربع كوب خل ابيض ولا تحلية القشطة بدنا 140 جرام حل قوم مقطع قطع صغيرة وكوبين حليب سائل كامل الدسم وفصطوق حلبي للتزيين نسينا اشي؟ نا تمام تمام في شوية مستكا ومحلب مستكا ومحلب تمام تمام فبتقدروا تتابعوا المقادير او تشوفوا المقادير موجودة على صفحتنا على الفيسبوك مع الشف ايمان تربط لي بديش انا عشان بديش يصير فيه لخبطة بنعمل الاشطة وبنعمل حلاوة الجبن بس هلأ بدي احكي لهم عن الاشطة بالأول الاشطة حطينا لترين حليب ومحهم نصف كاسة خل تمام عشان تفصل الحليب عن الحليب يفصل ويصير عنا الاشطة بعدين هادا نحنا بنمشي خطوة خطبة لتنصر لخبطة بعدين نحط الاشطة زي ما انتو شايفين انا سخنتها من قبل لانه هذيك المرة عمناها على التلفزيون وما فصلت الوقت ما كفة فاليوم عملتها بكير شوف ما احلاها هايها تطلع هيك هادول لترين حليب عليهم نصف كاسة خل أبيض بس حليب وخل بس حليب وخل بحاله يفصل على النار وبصير عندك الاشطة والفترة الدين يعني تقريبا بتأخذ نص ساعة بس تتراقب طبعا عشان تتلع الاشطة والنار خفيفة تمام يعني بس نار خفيفة نص ساعة وحليب وخل بصير عنا الاشطة بصير عنا الاشطة بس طبعا انا حملها اضافات عشان تصير زاكي بصير طعمها بداية طعمة هلا هاي نحن ورجناهم كيف تطلع معنا الاشطة اثنين لتر حليب معلوس كاسد ايش قلنا خل ابيض تمام هاي اشتتنا جاهزة على جنب هاي اقيم الطنجرة عشان اكمل اشي تاني السلام عليك يا سوسن السيد الله يسلمها دائما معنا سوسن والنضال الزرقات دائما كمان متابعنا صباح الورد سيدي شكرا اليك هلا بداحوط كاسد حليب او كاسد حليب انا كاتبي بلوصها هاي كاسة وهي كمان كاسة وشوف اشنا نحط عليهم انا بدي احلي بدي احلي الاشطة بالحلقوم اللي بيحب طبعا اللي ما بيحب بقدر بس يضيف عليها شوية قطر بس كتير زاكية اذا بتشربوها يمكن قطر اغلبك تحرك معنا طبعا هلا نحط كاستين حليب ونحط فوقهم مقطع القطاع الصغير شايف زي محلاهم ونحطهم بالحليب ونظل نحرك بصير عنا زي السحلب زي الاشطح كمان بعطينا طعام كتير زاكي حالو كتير السراء كنان بتصبح ليكي صباح الخير وشاهد بغش كمان صباح الخير تحكييلك يسعد صباحهم جميعا اليوم هذا الطقس يعني الطقس غريب وصعب صعب يعني السراء مكحلة بتحكييلك حط صورة من وصفة مطبخ رؤية متابعتنا هلا انت بك تركز معي بحلاوة جدا لانه هون الليل هلا احطي انه فيه سكر وفيه مي السكر والمي نعملهم قطر السكر والمي نعمل منهم قطر هاي يمبين معنا القطر ومنحطوه بالطنجرة تمام بعرف الصبايا القطر نعملو سكر ومي وعصرة ليمون منحط كاسة من القطر اللي عملنا بس بدنا كاسة واحدة مشتهى صباحه عليكي هاي يصد صباحه هلا شوف يا أستاذي بلش القطر يسخن هلا نحط على القطر تمام معي انت ضروري لانه بك تسعدني حاضر عجانتير تعرف تعملها تمام نحط على القطر السميد سميد نعم تمام ومنحط هذا اختياري اللي بحب انا بحط معلقات رز مطحون بتخليها تخلي العجين تتماسك معنا بالشغل ما بتغلبنا تمام تمام معلقة واحدة بس أو معلقتين بالكتير تمام طبعا مقدرش نحط نشا منحط زي بحطيت انا هلا سكر هلا هون النقطة انه منظلة نحرك بس شايف كيف صارت شعفة واحدة نحنا منعرف انها بلاش تصير عجين لما تطلع لحالها تلم شايف ها عم بتلم مع بعض بالطنجرة تمام هيك تقريبا صارت جاهزة انا احطي هون نايلون احط ورق زبدة بوفاء الحاج إبراهيم من صباح الخير شيف انت رايعة انا بتابعكم من سوريا كل يوم وبحبكم شكرا انا وفاء محمد مشهور من الكرك صباح الخير صباح الخير سيدي اهلا وسهلا صباح الخير هيثم محمد مجافت صراحة او محمود مش واضح ايش عفا بحب اصبح الشيف ايمان يصح صباح الخير شوف هلا بنحط العجين بس انا حطيت ورقة زبدة او بقدر يحطوه على نايلون تمام بس انا بحط على الورقة الزبدة مزهر عشان ما يلزق بضلوا ايدي فيه مزهر ومورد كل الوقت تمام عشان ما تلزق العجين تمام بننزل العجين بهاي الطريقة طيب بروفايل محمود نائل انا هبة من المدينة المنورة بتابعكم والله انك بدعايا ايمان ابصر في عندهم هناك زينة ابصر ايش الشباب كلهم بسروا نفس السؤال كيف الاجواء عندكم في المدينة في عندكم غضرة زينة ابصر شايف كيف هل هي طبعا سخنة بنفردها على شكل على شكل اشي مستطيلة بدلني احط ايش مزهر ومورد وافرد تمام انت ايش بشو الاكلات المتفضلة عندك او شو الاقتجاه مثلا اللي بتحبيه او بتستمسلي اكتر انت عن تشتغلي حلويات ولا طبخ عادي ولا عندك مثلا لا والله بحب كل شي بس ايش بحب ااكل غير عن ايش بحب اطبخ طب ايش بحبيه تأكلين يعني انا دائما بسألوني بقولهم بحب نص الأردني بحب المنصف ونص الفلسطيني بحب المسخن حلو منصف ومسخن يعني اشياء اكلتين عندي احيان الناس بفكروا ان الشفات عندهم زوء مختلف او صعب في الاكل او صعب جدا في الاكل وهيك يعني لاحظت معكم من معظم الشفات اللي عم نطلع معهم ما شاء الله عليكم يعني ابدا يعني ما في هالاشي اللي بتحسيه انه كتير مختلف او صعب او غريب لا 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 هلا شايف اذا حسناها انه هي لسه سخنة فبتكون شوية مدبئة شوف ما احلى هالعجين انت بتذكر ان احنا بلشنا بسميد وقطر وصار عنا عجين حلو زي هاي انا بدهنها بمزاهر او مورد بخلي ايدي مبلولة مزاهر او مورد عشان اعرف اشتغل تمام مناري الجابري صباح الخير ممكن اعرف شو هو سوس الباربكيو لو سمحتين شو تعريفه شو هو انه ايش هو اام بجوزة سؤالها من ايش مصنوع او ايش مكون نحن مشتري جاهز خلص سوس باربكيو من المحمد خلص اه هو لانه فيه سكر كتير فانا مش من السوسات المحببة عندي فيه سكر كتير بس هو ذاكي مع الهامبرغر ذاكي مع المشاوي تمام اناس اول جيك شغلي بس اناس عنده سؤال عن الجبنة ايش السؤال اناس الشربجي منورة ايمان حبيبتي ربي يعطيكم العافية السؤال بيضبط لحلاوة الجبن جبنة مجدلة جبنة مجدلة مالحة كتير يعني مالحة مالحة كتير وكتير صعب انك طلع ملوحة لما طلع ملوحة تروح طعم الجبنة اصلا فلا ما بتوضبط خلينا يا عكاوي يا مجدرلة يا تنتين مع بعض كثير تطلع زاكية لما تحطيهم التنتين مع بعض وكمان احط انا جبنة جوا شوفي كيف رح يصير هاي الخلطة اللي عملناها اللي فيها الحلقوم مع الحليب حلا الحلقوم شايف الحليب صار زي السحلب بحط شوية جبنة مجدرلة فيه اللي بحب طبعا عشان هي حلاوة الجبن بحب يكون فيها طعم الجبنة واضح وبحرك الجبن المجدرلة جوا لحد ما تدوب مش على النار بس هيكة بره النار طبع بالدوب وبتتماسك شايف كيف شوف ما احلاها صارت صحلب ببين عندي الشباب صارت زي شايف كيف بعدين منديرها هاي القشطة طبعتنا اوكي مندير شوي منها على القشطة عشان نحلي القشطة على القشطة صار فيها عليها حلاوة وعليها جبنة شوف الجبنة كيف سايح محلاها يا السلامة تمام ومنحركها بتصير الحشوة جاهزة عشان يعرف هلما نحشيها بطريقة هاي شوف محلاها كيف تموت ممتع بطريقة هاي ممتع بطريقة هاي هاي بطريقة هاي بطريقة هاي بطريقة هاي نحن لا ندلل حالنا ما لنحن لدينا حرية أيش كمان ممكن مع الحشوات نعني هاي هاي لنحن بطريقة هاي هاي يعني فيه اشطاء انا عملتها مرة حشيت فيها الكنافل رولز الكنافل لف اه فبرضه كمان كتير زاكية تمام ومنسكر بالطريقة هاي شوف ما احرى يا سلام بس منضلنا هلا لانها هي سخنة طرية بتضلي قبل ايدي بمي او ميت زهر هلا اللي عنده من زهر وبيحب طعمه كتير يفضل انه تضلك تبلي ايديك في ماء الزهر تمام ولا منلف كمان لف الطريقة هاي شايف كيف هيك صارت عنا اول واحدة جاهزة اذا دبقت ضروري بظلها ايديك مبلدين ماء زهر او ماء ورد او ماء مية عادي يعني بس انا بفضل اي بحبت عمهم شايف كيف بتصير عندك بهاي الطريقة دوسها سير عندك اول اطعام جاهزة هلا نحنا احنا نحاول نقص محا الوراء عشان نقدر نحطها بالتلاجة وارجيكم فيدي جاهزة مش عبا تكون قصة محا الوراء ايوه شوف يا سيدي ندفها بالطريقة هاي اوكي ونحطها بالتلاجة انها كتير سخنة يعني اللي جوبة سخن اللي بارد سخن نستنى عليها شوي ونحطها بالتلاجة موسيقى 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 اشتركوا في القناة